خلينا نبدأ يا أحمد بالحالات الهجومية نبدأ بالتشكيل الأول نستعرض تشكيل الهلال طبعا ليوناردو جاردم المدرسة البرتغالية دي تاني مهرة برضو بنقابل المدرسة البرتغالية المدربين البرتغاليين ممتازين جدا على مستوى العالم تعال نشوف الهلال السعودي طبعا بيلعب بطريقة 4-1-4-1 أو 4-2-3-1 هنقولي ازاي أول حاجة طبعا في حراسة المرمى عبدالله المعيوف وده واحد من الخبرات عنده 35 سنة وهو كابتن الفرقة الاثنين المساكين علي البليهي وده عنده 32 سنة رقم 5 والمدافع الكوري جانج هيون سو ده عنده 30 سنة مدافع منتخب كوريا الجنوبية نيجي لي الباك رايت محمد البريك الباك ليفت رقم 12 ياسر الشهراني نيجي بقى دول دول الأربع مدافعين نيجي اللي بشوفه أهم مفتاح لعب في بناء الهجمة عند فرقة الهلال السعودي هو الكولومبي جوستافو وده ليه دور مهم جدا فيه عملية بناء الهجمة واللي دايما بيبناءهم من عنده الهجمة يعني لو عملنا حتى عليه مارك كمان زيادة ليه لأنه ده مهم جدا جدا أنا بشوف أهم حاجة دلوقتي في المسيماني مين اللي حيضغط على جوستافو لازم أمنع بناء الهجمة من بدري لأنه هم عندهم خمسة وراء وخمسة قدام فأنت جوستافو ده لو ضغطت عليه لو قربت منه محمد شريف أو قربت منه عبدالقادر أو قربت منه طاهر أو أي حد سيبدأ تحديدا رأس الحربة أنا شايف أنه لازم لازم يرائب جوستافو ليه؟ عشان أمنعهم من بتحضير الهجمة من الخلف ده جنسيتو إيه دكتور رحمة كولومبي كولومبي ومن اللعيبة الكويسة جدا يعني أكتر لعب عمل تمريرات صحيحة لغاية دلوقتي في الفرقة أكتر لعب عمل تمريرات طولية أكتر لعب عمل انترسيبشن فلما يبقى لعب أكتر لعب بيلمس الكورة وعمل تمريرات من وراء يبقى ده هم بيحضروا الهجمة من عليه لازم أنا أضغط أقرب واحد منه صحيح لا وهو اللي بيعمل التوازل خلي بينا كمان الدفاعي الهجومي هو اللي بيغطي الخمسة اللي قدام الدفاعي وبيباصي كويس صح لقدام نيجي بقى للسعودي محمد كنو وده واحد من أهم اللعيبة وده السبب في تحويل طريقة اللعب من 4-2-3-1 ليه 4-1-4-1 محمد كنو ده هنتكلم عليه نموذج للعب البوكس تو بوكس اللي هو بيكمل جهة 18 لعيب متميز جدا في قطع الكرة التانية ولعيب هاي الأكثر من رائع محمد كنو نيجي ليه السلاسي الأمامي طبعا نحية اليمين موسى ماريجة وده منتخب مالي 30 سنة تاني أغلى لعب في الفرقة كنتوا التسويقية 8-1 من 10 مليون سترليني نيجي الأهم اللعب في الفرقة واللي بشوفه أخطر أرقام بتايال يعني عفو يا دكتور أحمد أرقام دي كانت زمان متداولة على أسمعكم يعني ولا إيه 8 جنيه و8 جنيه مصري يعني بقى مش 8 مليون سترليني حاجة غريبة قوي فضل يا دكتور نيجي بعد كده لرقم 15 ماتيوس بريرا البرازيلي وده بقى أغلى لعب في الفرقة كنتوا التسويق 11-4 مليون سترليني واحد من أهم اللعيبة لا خلاص ما أريك ده لعيب حريف جدا بيمين وماشي شمال وماشي بيقرب دايما هو عنده ميزة الزيادة نحية اليمين ونحية الشمال عشان يعمل مسلسات وبيكمل جوه المنطقة لعيب مميز قوي قوي ماتيوس بريرا نيجي بعد كده ليس أحسن لعب في آسيا سالم الدوسري وده واحد من اللعيبة الممتازة جدا ونيجي قدام لإجاله لسه منتقل لهم وسالم الدوسري وإيجاله إيجاله ده عنده 32 سنة لعيب برضو مميز جدا فكرة الهلال السعودي في بناء الهاجمة زي ما قلنا بيعتمدوا على الكولومبي جوستافو عندهم الأربعة اللي قدام أو الخمسة اللي قدام كنو وبريرا وموسى مريجا وسالم الدوسري وإيجاله الخمسة اللي قدام قوة هجومية مرعبة بس أنا عندي نقطة يا دكتور رحمد من كلامك يعني متوسط الأعمار ثلاثينات هم خبرات هم بيجيبوا اللعيبة اللي هي بتبقى غالية شوية من أوروبا يعني مثلا موسى مريجا كان في بورتو بعد ما بيخلص بيروح هناك عشان طبعا الجانب المادي أكتر برضو كذلك ماتيوس جريرا بس ده ما أسرش على اللقى البدنيه ما أسرش على الأداء في الملعب يعني مجوش تأسيح الحقيقة مش مأثر يعني موسى مريجا ده بيروح يعني الميزة حتى الميزة اللي أنا قلتها إن الاتنين دول يعني ده طبعا شكل للخماس الأمامي سواء كنه ده الشكل اللي قدام فدايما الفرقة فيه خمسة قدام وفيه خمسة وراء عشان كده قلت لو عملت من على جوستافو ده يبقى أنت فصلت الفرقة كذلك برضو الخمسة اللي قدام خطرين جدا سلم الدسري واحد من أهم اللعيبة اللي لازم تتم مركبته لعيب مهاري جدا ودايما مميز بدخوله العمق دايما كل الحالات اللي جايبنا دايما هو بيخش الجوه يعني دايما سلم الدسري بيخش الجوه موسى مريجا واحد من أحسن الناس اللي هي بتدفع وبتهاجم موسى مريجا دايما قوي جدا بدنيا ودايما تلاقيه ورا يعني واحد من أحسن الناس اللي بتدفع وبتهاجم